السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبا يبنة الله وطالبات الدبلومات الفنية الناس اللي عايزة تعرف الموعد بتاع التنسيق والترتيب الصحيح للكليات والمعاهد بس يا شباب بالنسبة لموعد التنسيق بتاع الدبلومات الفنية دفة 2023 بيكون بعد الثانوي العام تمام كده وبعد ظهور نتيجة الدور التاني بتاعت الدبلومات الفنية يعني ان شاء الله تقريبا هتكون في نص تسعة فمحدش يقلق اهم حاجة سيادتك تبقى مرتب ترتيب مظبوط عارف الرغبات اللي انت كاتبها على حسب المجموع بتاع حضرتك تكتب بقى الحاجات اللي قريبة منه شوف السنة اللي فاتت كانت الدنيا ماشي ازاي والسنة دي برضو ابتدي اكتب الحاجات اللي قريبة منك حتى لو كانت اعلى شوية ولكن اكتب اللي انت عارفه ما تكتبش رغبة يا شباب ما تكونش عارفها ولا حاجة انت مثلا ما تعرفش المجالات بتاعتها ايه للاسف فيه ناس بتعمل كده وبيقعوا بعد كده في مشاكل كتيرة طبعا يا شباب بفضل الله على القناة هتلاقي حاجات كتير خصوصا الحاجات الموثقة والمعتمدة دور على كل حاجة انت عايزها اهم حاجة يا شباب تكون واثق في المعلومة اللي انت بتاخدها واحنا بنحاول بفضل الله نجيب لك كل المعلومات الدقيقة عشان لما تيجي ترتب ترتب ترتيب منطقي طيب تعال بص يا شباب كده على الناس حبيبنا طلاب وطالبات الدبلومات الفنية الصناعية نظام التلات سنوات يا ترى سيادتك لو انت تلات سنوات ارتب ازاي بص يا شباب لو مجموع حضرتك مبدئيا كده يعني 90% وانت طالع عندك حاجات مهمة جدا مبدئيا زي ما قلنا هتكتب المعهد الفني الصحي وان كان المعهد الفني الصحي يا شباب بياخد من مجموع كبير شوية بس سيادتك مضت منشي ممكن حاجة تقل شوية حاجة تزيد شوية ففي النهاية لو انت مثلا 95% 94% 93% عايز تكتب المعهد الفنية الصحية مفيش مشكلة اكتبها يبقى انت فوق 90% عندك معاهد فنية صحية عندك بعد كده يا شباب المعهد العالي للهندسة معاهد معتمدة معاهد موثقة بس طبعا بتكون بمصرفات يبقى عندك برضو المعاهد الهندسية العالية الحاجة التانية يا شباب عندك بقى كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي الموجودة في حلوان او موجودة في السويس او بني سويف او سوهاج الكلية دي كلية ممتازة عندك برضو اقتصاد منزلي اقتصاد منزلي من الكليات الجميلة سواء بقى في حلوان او شبين الكم او العريش وعندك المعهد عالي لتكنولوجيا النقل وردان الجيزة اللي هو معهد السكة الحديد اللي كان بياخد زمان بعد الاعدادية دلوقتي بقى ياخد بعد الثانوي وعندك كمان معهد فني للبصريات بتاع ابو الريش اللي موجود فيه في السيدة زينب المعهد ده كويس وعندك كمان مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية وعندك الفني الصناعي للصناعات المتطورة اللي موجود فيه في مدينة السلام ومن ننساش طبعا كلية التربية عندك تربية حلوان ودي الحقيقة خارجة السنة اللي فاتت اكتر من خمسة وتسعين في المية يبقى سيابتك لو انت اكتر من تسعين في المية تقدر تكتب الحاجات ديت طب ننزل شوية بقى بالتنسيق يا شباب لو انت بقى سيابتك يعني جايب على الاقل تمانين في المية ايه طرق اللي ممكن نكتبه من تمانين لتسعين في المية طبعا يا شباب قولنا ممكن نكتب الحاجات اللي اكتر مننا شوية يعني ممكن سيادتك مثلا تكتب التكنولوجيا والتعليم الصناعي مثلا زي اللي موجودة في سوهاج او السويس تمام كده عندك كلية السياحة والفنادي نظام تعليم تبادلي اللي موجودة في حلوان والاسكندرية عندك كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة جامعة القاهرة عندك كمان معقد فني منشآت بحرية بورسعيد وعندك كمان كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة اللي موجودة في جامعة الدلتا وكمان نظام التشغيل بتاع المطاعم نظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم عندك كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالقاهرة جامعة مصر الدولية وعندك الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة عندك كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 اكتوبر عندك كليات كتير بالنسبة للصناعة والطاقة تقدر تكتبهم وعندك كمال معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية وعندك معهد فني مساحة المعهد ده شباب بوابتك لكلية الهندسة لو سيادتك حابب وعايز كلية الهندسة تقدر إن شاء الله تخش هذا المعهد تتفوق فيه تخش كلية الهندسة عندك برضو معهد فني لمواد البناء اللي موجود في حلوان وعندك طبعا المعهد الفني الاصطناعي برضو بوابتك لكلية الهندسة زي ما قلنا موجود في كذا حتة الصحافة وبنها وزهاج وحاجات كتير وأماكن كتير وعندك الجامعة العمالية زي علاقات صناعية موجودة في مدينة نصر عندك برضو معاهد نظمة معلومات على الفكرة المعاهد دي مهمة جدا وامتازة جدا لما سيادتك بيت تفوق فيها وتتميز وتاخد كرسات أعتقد بالأفروسيتك كويسة جدا 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 وبرضو عندك معهد أكتوبر العالي للهندسة بس لقسم إدارة الأعمال عندك كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية اللي موجودة في طيبة تمام كده يا شباب؟ يعني عندك مجموعة كويسة تقدر تكتبها لورنجة حضرتك كده يعني فوق التمانينات تمام يا شباب؟ طب ننزل شوية بالمجموعة يا شباب لو سيادتك بقى من سبعين لتمانين في المية يا طرى إيه الحاجات اللي ممكن تكتبها زي ما اتفقنا احنا ممكن نكتب حاجات أعلى مننا شوية ولكن مش كتير يعني سيادتك مثلا مجموعة من سبعين لتمانين في المية ما تجيش تكتب المعاهد الفنية الصناعية مثلا يعني أو تكتب المعاهد بقى الهندسية لأنها بتاخد من مجموع كبير تمام كده؟ ولكن سيادتك ممكن تكتب الحاجات القريبة منك زي المعهد الفني الصناعي اللي هو يعتبر يعني بيبتري كده في 83% 82% في الرنج ده سيادتك انت ممكن تكتبه تمام كده؟ وعندك معهد فني مساحة برضو ممكن تكتبه وعندك كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة تمام يا شباب؟ واللسه زي ما اتفقنا بتاعت المعهد الفني الصناعي والمساحة ممتازين يا شباب بوابتكو لكلية الهندسة وعندك المعهد العالي للسياحة والفنادق اللي موجود بالسيوف بالاسكندرية عندك المعهد التكنولوجي العالي في بني سويف عندك حيات كتير معهد برضو نظم ومعلومات عندك تكنولوجيا عملية موجودة في رأس البر وطبعا ديت بمصروفات يعني عندك برضو مجموعة مهمة جدا موجودة في الجامعة العملية علاقات صناعية تكنولوجيا عملية موجودة في طنطة المعهد العالي للعلوم الادارية عندك معهد الفراعنة العالي لنظم المعلومات الادارية المعهد ده على فكرة ممتاز جدا وكويس جدا معاهد عالية يا شباب عاملة زي الكليات تمام كده? وعندك بقى زي ما اتفقنا كده نظم ومعلومات برضو من المعاهد الكويسة جدا. طب تعال نقلل شوية بقى لو سيادتك بقى جايب اقل من سبعين في المية لحد ستين في المية. الحقيقة طبعا هيبقى عندك بقى مجموعة من المعاهد الخاصة العالية. وخليك في المعاهد اللي بتزهر لحضرتك في التنسيق على موقع الوزارة. وابعد عن اي اعلانات خارجية لانها ممكن تكون كيانات وهمية حاجات غير معتمدة. مفهاش شهادة بيدوك في الاخر حاجة زي شهادة تأدير كده في النهاية حاجة غير معطرف بيها. فخليك في الحاجة اللي بتزهر لحضرتك على موقع التنسيق. هي دي الحاجات المعتمدة. سيادتك برضو يبقى عندك مجموعة من المعاهد العالية. تمام كده زي معاهد النظم والمعلومات. وعندك كمان زي ما اتفقنا كده كلية تكنولوجيا عمالية موجودة في اسماعيلية في اسوان في اسيوت بس طبعا بتكون بمصرفات وفي اماكن طبعا كتير تانية. وعندك المعهد بتاع الجيزة العالي للعلوم الادارية. عندك معهد طيبة العالي بالمعادي لنظم المعلومات. عندك زي ما اتفقنا معاهد كتير تقدر ان شاء الله تخشها لو سيادتك مجموعك لحد ستين في المية. تمام يا شباب? لكن طبعا الكليات للاسف مش هتوفر ليك كليات. مجميع الستينات صعبة جدا كليات طبعا. عندك زي ما اتفقنا كده المعاهد العالية. تمام يا شباب? اهم حاجة رتب صح. وتبقى عارف سيادتك بتكتب ايه وبترتب ايه. تمام كده يا شباب? حد يقول يا ميستر طب بالنسبة لديبلوم التجاري نظام التلات سنوات نعمل ايه ونرتب ايه? بوس يا سيدي. مبدئيا برضو لو حضرتك كده معاك لحد التسعين في المية. عندك طبعا المعهد الفني الصحي. وده بياخد برضو من مجموع كبير. فوق يمكن الخمسة وتسعين في المية. سيادتك بقى لو انت اتنين وتسعين تلاتة وتسعين في المية. اكتبوا برضو ممكن تلاقي حاجة نزلت شوية في المجموع. عندك طبعا كلية التجارة لو موجودة قدام حضرتك هتكتبها على طول سواء بقى تجارة انتزام او انتساب. الناس اللي بتسأل الفرق ما بين انتزام وانتساب انتزام بتاخد من مجموع اكبر وانتساب بتاخد من مجموع اقل ولكن بتدفع مصروفات اكتر في الانتساب. تمام كده? ده الفرق ما بين الاتنين. يعني مثلا السنة اللي فاتت عندك تجارة بورس عيد. خلت من ستة وتسعين وتسعة وتمانين من مية في المية. اما نفس الكلية انتساب موجه خلت من ستة وتسعين وتنين وسبعين من مية في المية. يعني قلت حوالي سبعتاشر من مية في المية درجة. تمام كده يا شباب? يعني قلت حاجة بسيطة بس في النهاية اي كلية التجارة. عندك بقى كليات تجارة كتير فرصة كويسة جدا. سيادتك تقدر تكتب كليات التجارة. رصوهم الاول انتزام وبعد كده انتساب. تمام يا شباب? عندك بعد كده كلية السياحة والفنادق تعاليم تبادوري. اسكندرية وحلوان ووجود كمان في الفيوم. وعندك تكنولوجيا وتنمية الزأزي علوم مالية وادارية. وعندك بقى المعهد الفني التجاري. والمعهد الفني التجاري ده قلنا بوابتك لكلية التجارة. تخش تتفوق ربنا يا كرامك ان شاء الله تقدر تخش كلية التجارة. عندك معهد عالي دراسات تعاونية وادارية بالمنيرة طب مصروفات. والمعهد الفنية التجارية يا شباب بقى بدأ كده يعتبر من اول التسعينات ونزلة في التمانينات. المعهد الفنية التجارية موجودة في اماكن كتير. بنها ده منهور الاسكندرية الروضة وهكذا. تمام يا شباب? عندكو حاجات كتير كتير كتير. يبقى سيادتك لو انت تسعين في المية يبقى تكتب الحاجات اللي انا قلتها لحضرتك. تبنقل لكده عشرة في المية كمان لو سيادتك بقى من تمانين لتسعين. عندك المعهد الفنية التجارية. عندك جامعة عملية شعبة الفندقة. جامعة عملية علاقات صناعية. عندك المعهد العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم. تمام كده? وعندك معهد العباسية نظم معلومات. عندك كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية الموجودة في طيبة. تمام كده يا شباب? وعندك زي ما اتفقنا معاهد عالية نظم ومعلومات. كل ده لو سيادتك برضو من تمانين لتسعين. طب لو قلنا شوية بقى من سبعين لتمانين. تمام كده? عندك المعاهد التجارية برضو مكملة معانا. تمام كده? وفي نفس الوقت عندك معاهد النظم والمعلومات. معاهد عالية. معاهد كويسة. وعندك كمان الجامعة العملية علاقات صناعية. زي اللي موجودة في بني سويف. تمام يا شباب? وفي معاهد عالية برضو سياحة وفنادق زي اللي موجودة في المؤطم. وعندك معاهد عالي دراسات متطورة موجودة في القطمية. شعب التجارة ومحاسبة. خد السنة الفاتة اربعة وسبعين في المية. تمام كده يا شباب? فسيادتك هتكتب هذه المعاهد. وبرضو معاك لحد ستين في المية نفس برضو المعاهد بتاعت النظم والمعلومات. معاهد عالية تسويق شعبة تسويق في شعبة محاسبة. تمام? شعبة تسويق دوت موجود فين? موجود في التجمع والاول. شعبة المحاسبة موجود برضو في التجمع الاول. وعندك المعهد العالي للعلوم الادارية بجن كليس موجود في البحيرة. والمعهد العالي الحاسب ونظم المعلومات. شعبة نظم تجمع خامس. تمام يا شباب? يعني مجموعة برضو جميلة. معاهد عالية برضو سياحة وفنادق. معاهد عالية علوم تجارية. شعبة نظم. تمام كده? فحيات كتير لحد الستين في المية. طب بالنسبة يا مستر ليه الزراعي. بص يا شباب بالنسبة للسنوي الزراعي نظام التلت سنوات. سيادتك بقى لو مجموعة حضرتك كده لحد التسعين في المية فانت قدامك كلية التربية كلية الزراعة. تمام كده? معاك لحد خمسة وتمانين في المية. يعني لو مجموعة حضرتك لحد خمسة وتمانين في المية. اكتب كليات التربية كليات الزراعة. عندك بعد كده السياحة والفنادق وعندك تكنولوجيا وتنمية الزائزيق علوم زراعية. والسياحة والفنادق تعليم تبا دولي اللي موجود في اسكندرية موجود في حلوان موجود في جامعة الفيوم. تمام كده يا شباب? وعندك بقى بداية المعاهد الفنية الصناعية. لو سيادتك معاك لحد خمسة وتمانين في المية. اقل من كده يا شباب بقى عندك كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة. تمام? عندك بقى جامعة عملية. عندك معاهد فنية اللي هي طبعا تبع السياحة والفنادق زي المعهد الفني للفنادق المطرية او اللي موجود في انا او اللي موجود في الاسكندرية عند الجامعة عملية علاقات صناعية وزي ما اتفقنا كده معاهد كمان عالية سياحة والفنادق تمام يا شباب دي معظمها هتلاقيها موجودة في الدبلومات الزراعية او الدبلوم الزراعي هتلاقي كتير قوي من معاهد السياحة والفنادق تمام كده يا شباب طب يا مستر حضرتك بقى بالنسبة لديبلوم السياحة والفنادق نظام التلات سنوات اخبرنا ايه بس يا سيدي قدامك طبعا اول حاجة هتكتبها ان شاء الله كلية السياحة والفنادق تعليم تبادولي اللي موجودة في حلوان او الاسكندرية او جمعات الفيوم وبقى كرة هيبقى عندك بقى جمع عملية عندك معهد عالي دراسات نوعية سياحة وفنادق زي اللي موجود في الجيزة هتلاقي المعاهد بتاعة السياحة والفنادق سواء بقى معاهد عالية او معاهد متوسطة هيدي اللي سيادتك هتقدر تكتبها في رنج المجموع بتاعك بس طبعا على رأسهم كلية السياحة والفنادق اللي موجودة في حلوان او الاسكندرية او الفيوم وبعد كده تنزل بقى بالمعاهد العالية وعندك كمان كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد الكلية دي يا شباب هي وكلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية بطيبة اللي اتنين دول يا شباب كان رنجوهم تمانية وسبعين في المية يعني 78 في المية بتاعت شرق بورسعيد 77 في المية اللي هي طبعا بتاع الطيبة كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية بتاع الطيبة كانت خادت السنة اللي فاتت 77 ونص في المية والتانية شرق بورسعيد 78 و42 من 100 في المية تمام يا شباب؟ فسيادتك بقى عايز تكتب الكليات دي بس خلي بالك الكليتين بتاعت التكنولوجيا دول بمصرفات تمام؟ كن مصرفاتهم عالية فلازم سيادتك تبقى عارف انت بتكتب ايه وعارف المصرفات ايه واماكن الحاجات ايه عشان ما تكتبش حاجة وفي الاخر يحصل مشاكل كبيرة تمام يا شباب؟ يبقى دا كده بالنسبة لتنسيق الثلاث سنوات لو سيادتك بقى صنايع ثلاث سنوات او زراعي نظام الثلاث سنوات او سياحة وفنادق او زراعي نظام الثلاث سنوات ربنا وفقك يا شباب وكل واحد ينول اللي يتمنى اما حاجة يزبط حالك دلوقتي لحد ما ان شاء الله ما ييجي موعد التنسيق تبقى انت جاهز تخش على الموقع وتنسق وان شاء الله تخش افضل كلية وتتميز بامر الله وتشتغل في احسن مكان باحسن مرتب لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والشير ولو اول مرة حضرتك تشاهد في القناة شرفني بالاشتراك كان معكم استر احمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولو انت اول مرة تشاهد القناة شرفني بالاشتراك ودوس لايك وتنساش تفعل القرص عشان يجيلك كل جديد وانشار الفيديو عشان غيرك يستفيد